السبعة والسهلاً على الكنال. اليوم سنتحدث عن أختي معمولة خصوصياً للجالكسي Z Fold 3. هذا التليفون لديه أختي معمولة من الشركة الأساسية من شركة سامسون. ستحدث عن الجلد، فليب كوفر، سيلكون كيس، وحتى الواحد الذي يأتي معه القلم الجديد للجالكسي Z Fold 3. أيضاً لدينا أختي معمولة من الجلد ومعمولة عليها الكيكستان من شركة VRS Design و أليكسار. شكراً جزيلاً على كل الناس الذين نشتراك. دعونا نتحدث عن أختي الجديدة للجالكسي Z Fold 3. اشتركوا اشتركوا على الكنال، حتى دائماً تعرفوا عندما نزلكم فيديوهات جديدة على الكنال. في أمامنا كل الأختي التي تحدثت عنهم من أول شيء، لدينا أول شيء الفليب كوفر مع الأسبان، وهذا الغطاء جديدة من شركة سامسون للتليفون Z Fold 3. لدينا الغطاء الجلد الأورانج موجود على الشمال. لدينا الأراميت كوفر هنا المعمولة مثل الرصاصة. لدينا أيضاً السيليكون كوفر. هؤلاء الأختي على الشمال، كلهم أصلية من شركة سامسون. بالنصف لدينا أختي من شركة أليكسار، أول واحد جلد، أيضاً نفس الشيء أسود، الغطاء هنا براتكتب، وآخر شيء ترانسبران، حتى نستطيع أن نرى لون التليفون الذي نجلبه. آخر أختي موجودة على اليمين هنا، معمولة من شركة VRS Design. هؤلاء الأختي مسميين هنا الهارد رابب برو. وغير هكي لدينا الهارد رابب برو، هؤلاء الأختي مستعملهم، لدينا عدة ألوان من كل موديل. دعنا نبدأ بعض الأختي معمولة من شركة سامسون، أول واحد على اليمين هنا يسميه السيليكون. هذه تكون منيحة، وتعطينا حماية على التليفون، اللون الذي أجمناه هو أبيض، لكن يمكنكم أن تأخذوا ألوان آخر. تضعوا التليفون فيه، تكونوا تعرفوا الشغلين، لا يجب أن نقوم بعمل التليفون. دائماً عندما تضعوا التليفون، تفوتوه من الجهة، تفوتوه من الجهة الثانية، و تكبسوا كبسة عليه من فوق. لدينا الفتحتين للميكروفونات، للشارجر والميكروفون التحتين، لا يوجد تغطية على الشمال. الآن، على الغطة الإدمانية، لدينا نحن هنا بعض التليفون معمولين، حتى نستطيع أن نثبطه هنا، ونثبطه عليه للتليفون. أنا الآن لا أضعه هنا، لأنه نجرب عالية الأخطية، لكن أنتم مفروض تعملوها، و أيضاً نفس الشيء، بدل أن تضعه، و تضعه، و تضعه من يمين للشمال، يجب أن تعرفوا أنه هناك موجود سكرين برتكتور، إذا تعملوها هذه، يمكن أن تعملوها البيل. تعملوها من تحت، تركته، تقصه من فوق، تقوم بشيء، يكون اللونه كثير منيح، مثل ما لديكم، حيث لا يغطي من هنا، يعطينا محل منيح، يغطي للكاميريات، و أيضاً، مثل ما نرى كل شيء، يمشي مضبوط. عندما تعملوها الشريط من داخلها، لا يظهر إطلاقاً، حلو اللون، أبيض و أسود مثل الباندا، و مواجب فيها كثير، دعنا نرى الأخطيئة الثانية. الغطاء الثاني موجود هنا، يسميه الأرميد كيس، تقريباً نفس الشيء مثل ما رأيناها هناك، هذا يكون نحيف أكثر منها بشواء، و ليس فقط، لونة أسود، تكون لونة مثل التليفون طبعنا، نعمل نفس الشيء، نفوتها من الجهة هنا إلى الجهة الثانية، نعمل كبسة، كل شيء يمشي مضبوط، نرى فتحة الميكروفونات موجودة هناك، هنا على الأدام، نعمل نفس الشيء، بل نقيم الشريط الموجود هنا، لنثبتها، وننظفها المحل، و كما ترى هنا، ستكون ألحف شيء موجودة للتليفون طبعنا، إذا تقيم الشريط هذه، كما تعرفوا أن تكون موجودة، جميلة كثيراً، نستعملها، و نستعمل أيضاً، نتحدث عن الغطاء الجلد الموجود هنا، هذا الغطاء كله قطع واحدة، لا لدينا سمخ أو شيء، و كما رأيته هنا، لدينا الساكة موجودة من وراء، لدينا فقط البلاستيك إيمو لما نستعمله، التليفون يفوت عليه كما جاءه من قبل، يفوته من جهة واحدة، و ينقمسه كبسة ثانية، و يفوت و يمشي مضبوط، كما ترى، مفتوحة، و يمشي حلو، الغطاء يغطي كل شيء، حتى الجهة من هنا على الشمال، مجرد أن تقروا دقرة صغيرة، المغناطيس يسكر الكميسة، معناته، إذا سكرنا الكميسة من هنا، التليفون والشاشة بتنطفش، وهذه المهمة تعرفوها، لا تظلها دائرة تحته، و حلوة كثير، كل شيء يمشي، و بعدين عندما نستعمل التليفون بأيد واحدة، نفوت أصابينا هنا، و نفتح الشاشة، نستعمل مثل ما بدنا، و إذا نستعمل التليفون مفتوح، نفس الشيء، ستساعدنا نستطيع أن نمسكها، و يمشي مظبوط و حلو، و لديهم موديل تاني معمول من جلد من غيرها، و لكنني أعجبت أن هذه أكثر، الآخر سنظر عليها، الغطاء الجديد معهم، المعامل مع الأسبان، الآن يأتينا أيضاً مستعمل، يعني أن نستطيع أن نبدو للراسة للأسبان، هذا الأسبان الجديد يمشي مع زفولد والتليفونات الأديمة، لكن لا يمشي مثل التليفون مع زفولد، فهو الأسبان الأديمة، لا يمشي كل الفنكشن، الغطاء هنا، لدينا محل نضع الأسبان، لما نفوته هنا على الشمال، و بعدين نكبس كمان من جهة واحدة، و نفوت التليفون من جهة، جهة الثانية، و نكبسها من سكرة، التليفون بيظل شكله حلو، كثير حلو، الوائرلس يمشي مضبوط، لما نستعمل الأسبان، نريد أن نقوم بالألم، نستعمل أصبع هنا، نفتح، نعمل انلاك، و نستعمل التليفون مثل ما نريد أن نستعمله عادة، حلو كثير، و نحيف، معمول من شركة سامسون، الآن، أول غطاء، نبدأ من الموجودين من شركة أليكسار، سيكون سيثرو، كما ترى هنا، عندما تضعه، يغطي التليفون من قدام، ومن وراء، يجعلنا نرى لونه للتليفون، سيكون لون ثاني غير الأسود، سيكون منيح، لا يغطي من هجهة، لكن الوائرلس يمشي مضبوط، الثانية الثانية الثانية، واحد معمول عليه، وهذا كثير نحيف، والموديل الثاني هون، عليه جلد، ثانية الثانية الثانية، نحيفين للتليفون طبعاً، و يغطونه من نفس الجهة، الفتحات من فوق نفس الشي، الفتحات من تحت نفس الشي، غير هكي، شو اللي بس بنا نعمله هون، من ركو عليه للتليفون من جهة واحدة، هكي هم، نعمله كلب، ومن قدام نعمل نفس الشي، نعمل كلب لتحد، كلب لفوق، وبيغطي التليفون، هذا عليه شوية كمان الشريط، اللي بتكون تقيمه، لا يقدر يلزق هون، وعمول هون على الجلد، لا تضع عليه السمخ، لا أعرف إذا سيغيروها بالمستقبل، ولكن، على القليل بتشوفوا أن التليفون سيكون منيح، نحيف، وغطى حلو، وخاصة أن نستعمل هذا الجلد، سيكون شكله نفس الشي، يبين نفس الشي، اللونه، وغطى الجلد هون موجود بس لفوق، بضله بلاستيك من الجنب، لذلك، يعطيكم اختيارات وعدة أبسيونيات التي تستعملها على Z Fold 3. هؤلاء الأخطياء الأخيرة التي لدي هنا موجودين، لدينا موديلين من شركة VRS Design، الموديلين يأتي بعدة ألوان، الموديل على اليمين هو Quick Stand Pro، الذي يأتي عليه كمان الستانت، لنقدر نوقف التليفون، وستعمل على الكليب، يأتي باللون الأخضر، المتل بلاك، والمات بلاك، هؤلاء جميعا، وعلى الجمال، يسميونه Hard Drop Pro، ليس لدينا كيكستانت، ولكن، لدينا فتحطة هون، ويأتي بلاونين، المات بلاك، ويأتي بلاك، ويأتي بلاك، ومتل بلاك، هناك 20 مجموعة، اثنينتهم يأتينا أيضا المعلومات، ما يجب أن نفعلها، لنضع الغطاء، ويأتي بمسكوه مضبوط، يأتينا عدد سمخ هنا، لنضع عدد محلات، الموجودة هنا بالـ Purple، لنضعهم، ومعجورة بالـ Orange Option، لأنه يجب أن نضعهم طوال الوقت، وفرجونا أيضا، مثل ما نضع التليفون من جهة، ونضع كبسة من فوق، ما نضعه على جانب، ونسحب ونسحب على الشمال، وهذه كل الأسقل السمخ الموجودين في قلب العلبة، مع كل غطاء بيأتي، أول غطاء، نظر عليه هون، اللونه أخضر، موجود على الشمال، هذا من Quick Stand Pro، مثل ما لديكم، لدينا ستاند موجود على الشمال، يمكننا أيضا نعلق هون لشوال، حتى لا يسكر لواحده، عندما نستعمله، يمكننا نستعمله مع التليفون، عندما نستعمل الشاشة البرانية، عندما نستعمل الشاشة الجوانية، نعمل نفس الشيء، نفتحها، ونضع التليفون، ويمشي جميل جميل، عندما ننخلص منه، لدينا مسكات، نستطيع أن نمسك التليفون، ونقبس من تحت، ونسكره، ونقبس من هنا، ونقبس من هنا، ونقبسها على آخر، جميل جميل، ونعمل مع الوائرلس شارجن، من غير إشكال، وشكلها جميل، عدة ألوان، ومدير جميل جميل، وآخر شيء موجودة هنا، هارت دراب برو، وهذا معمول عليه بالمات بلاك، تضعه، يعمل نفس الشيء، يعطي شوية سماكة على التليفون، ولكن يصبح جميل جميل، وهذا ليس لدينا ستاند، يعني أنه عندما نستعمل على الطاولة، ونضعه هكذا، ونفتحه دغري، مثلما تشاهده، يكون جميل جميل جميل، وشكله جميل، وكل شيء يمشي مضبوط، الحلاوة أيضاً فيه، وعندما تشاهده، ومثلما تشاهده، كل الأخطية جميلة كثيراً، وعندنا عدد موديلات، لدينا جلد أورانج، جلد أسود، لدينا بلاستيك، لدينا هارد كوفر، لدينا واحدة مع الكيكستاند، هناك عدة شغلات، وأهم شيء، أنه كل الأخطية التي أفجأتكم عليه هنا، يغطي التليفون من قدامه ومن وراءه، سنة الماضية مع Z Fold 2، كان لدينا عدد أخطية تغطي من وراء، لهذه السنة، كل شيء يزبط مزبوط، وكلهم سيشتغلون مع الوائرلس شارجن، الآخر شيء، أريد أن أخبركم على إليه، لتعرفوا أن الأسبان الموجود هنا، مثل ما لديكم هالتليفون، هالتليفون، بيشتغل على Z Fold 3، من الشاشة الجوينية، وبيشتغل على تليفوناتها الثانية من سامسون، مثل S21 والنوت، ولكن لا يشتغل بنفس الطريقة، لا يوجد طريقة نشارجه، ولكن يمشي كل شيء جميل عليه، وعندنا عدة اختيارات، ومنائتين تكونوا إن شاء الله، لقيتوا شيء هنا يعجبكم، وخبروني تحت ولولي شراءكم فيه، شكراً جزيلاً على كل الناس الذين هم نشتراك، بشوفكم إن شاء الله بالفيديو الجديد،